يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين يؤمنون بالله إيمانا راسخا على الوجه المقبول شرعا والإيمان بالله هو قمة الإيمان واليوم الآخر ومن آمن باليوم الآخر وما فيه من حساب وجزاء وثواب وعقاب وجنة ونار واجب عليه أن يعمل لذلك ويأمرون بالمعروف والمعروف هو كل ما عرف حسنه شرعا وعقلا وينهون عن المنكر والمنكر هو كل ما عرف كبحه شرعا وعقلا فلم يكتفوا بتكميل أنفسهم بل سعوا في كمال غيرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالطبع كلنا عارفين حديث السفينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا ويبادرون إلى فعل الخيرات والطاعات في أول الوقت ويقتنسون كل فرصة لشدة رغبتهم في الخير وكأنهم كالفراش يطير في دائرة كبيرة من الخير نسأل الله العظيم أن نكون منهم وفرق شاسع بين المصارع أو العجلة ومعنى المصارع التقدم فيما ينبغي التقدم فيه أما العجلة فغالبا هي التقدم فيما لا ينبغي التقدم فيه قال الله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها تعرض السماء والأرض وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فنحن مأمورون بالمسارعة في الخيرات أما عند طلب الدنيا والرزق الحلال فلا حاجة إلى المسارعة قال الله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها ولكن الواقع مرير إلا من رحم ربي فنجد مسارع وتنافس شديد في طلب الدنيا ونجد تباطؤ شديد وإعراض عن الخير إلا من رحم ربي والآن دعونا نأخذ بعض النمازج للمسارعة في الخير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق ووافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم أصبك أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قلت مثله قال وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله قلت لا أسابقك إلى شيء أبدا قال الشعراوي رحمه الله ما دامت هبة الخير قد هبت فيجب على الإنسان أن يأخذ بها لأن الإنسان لا يدري أغيار الأحداث وده وقع ملموس في حياتنا ورغبتنا في عمل الخير أولئك من عباد الله الصالحين الذين يدخلهم الله في رحمته ويتغمدهم بغفرانه وفضله وإحسانه قال الفخر الرازي رحمه الله أن هذا الوصف بالصلاح هو غاية المتح لأن الله تعالى وصف أكابر الأنبياء بذلك الوصف فمدح الله عز وجل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال ولقد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وقال عن إيسى عليه الصلاة والسلام ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين جزاك الله خيرا يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين